وأنا بصلي للبرنامج وإخواتي المشاهدين النهاردة الرب حط على قلبي رسالة كده أو أيتين بالزبط كده استقبلهم كأنه رسالة من الرب لك النهاردة في دائرة الرجاء ليه تستقبلهم كرسالة؟ لأنه إحنا مش محتاجين بس نسمع معلومات أو أفكار لكن كمان محتاجين لمسة من الرب وأنا واصلك وإنت بتسمع دلوقت عزيزي المشاهد إن الرب كده حيطلق في قلبك كده وفي ذهنك وفي مشاعرك لمسة رجاء جديدة وأنا بصلي للبرنامج النهاردة حسيت أن الرب عايز يكلم ناس بطريقة محددة واضحة جدا بآيات محددة كده أول آية عايزة شاركها معاك والآية اللي يمكن معظمنا حفظها أو عارفها بس أنا أصدق أنه يبقى فيها جدد وعتقاء فيه حاجة فرش حاجة انتعاشية جديدة اللي في سفر أرمية وصح تسعة وعشرين وعدد حداشر بيقول الرب بيكلمك النهاردة وبيقولك كده أني عرفت الأفقار التي أنا مفتكر بها عنك والأفقار دي في الإنجليز بتيجي بلانس يعني خطة الرب ليك لو أنت بتسأل إيه خطة الرب ليا أنا مش عارف الرب عايز إيه من حياتي يقودني إزاي بيقولك الخطة دي إيه التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب هي خطة سلام لشر لأعطيكم مستقبل مستقبل يعني فيوتشر أنا هدي لك مستقبل حلو قوي ورجاء كلمة اللي الرب عايز يقولها لناس بتسمعني النهاردة بطريقة محددة جداً وهم محتاجين للكلمة دي إنه الرب بيقولك أنا خطتي لك إن أنا هطلق في حياتك الآن مستقبل لو أنت فقط الرؤية مشوش مش قادر تشوف المستقبل فيه إيه كل حاجة تلخبطت كل البلانز اللي عندك والخطة اللي أنت مرتبها تلخبطت النهاردة الرب بيقولك أنا بديك مستقبل أنا بديك خطة من عندي والخطة دي كمان فيها رجاء وده مهمة جداً الرجاء اللي تكلمنا عنه ده مش إن أنا بحاول أوصله مش I don't work it out إن أنا بحاول I produce it إن أنا أنتجه أو كده لكن دي حاجة بستقبلها من رب وعشان كده نفسي أي شخص بيسمعني والرب بيدق على قلبه ارفع إيديك معايا دلوقتي وقل له يا رب أنا بستقبل رجاء من إيديك أنت أنا مش بحاول أصطنع رجاء يا رب أنا باجي ببساطة أنت قلت تعالوا إلي جميع المتعبين واصطقل الأحمال وأنا أريحكم أنا برفع إيديك يا رب وبستسلم إيديك أنت النهاردة إملاني برجاءك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر